فيه مهاجم تاني ممكن تجيله فراس كتير عشان يجيب منها جونه وفيه مهاجم من ربع فرصة بيحرز منها هداف يعني عشان كده انت يعني بقيت اصغر مهاجم هداف في مصر بيقولوا عليك مغرور بيزعلوا من الحكاية دي لا لا والله خالص الحمد لله عنده توفيه من عد رباس وعنة تعالى اول موسم لعبت فيه مع الفائل الاول الحمد لله فوزنا بالدورة ده الاهم وعليك كان اللقب الشخص اللي انا حصلت عليه ان انا خدت عماد المحاجم بيلعب لنفسه يعني انت ساعات بتلعب لنفسك فالناس بتحس ان ده استعراض غرور خالص لا ما بيحصلش خالص يعني الحمد لله انا هتكلم على الناد الاهلي او عنا انا شخصيا في الناد الاهلي بس انت عندك انجاز تاني عماد اولهولك اولهولي بيقولوا انك صاحب اكبر تاريخ في المشاكل في العيوية الكورة في مصر رقم قياس يا ليه بس ايه المشاكل اللي حصل دي وجهة نظر يعني بتقول ان انت قد ما بتجيب اجوان خلاص قد ما بتعمل مشاكل انا انا عن نفسي بحترف مجيد نظر اي حد سواء بينتقدني او او بيمضح فيا لا انت شايف ايه لا انا مش انا ما فيش حاجة خالص انا في مشاكل اتحطيت فيها ما كانش لازم فيها خالص اثرت علي اثرت على الناس اللي بتحببوا يعني انت معترف انها اثرت عليك اكيد طبعا اكيد اثرت عليها عشان انا ما كانش عندي خبرة الكافية ان انا اتعامل مع الموقف ديك الحمد لله يعني وسمعت من الاكبر مني فهمت القصة كويس جدا وشلت الموضوع من دماغي لاني انا مش غلطان فيها وما كنتش سوا فيها دي جات حاجات غصبة عني وتطورت طبعا مش عارف ليه هي تطورت بالشكل ده اقولك تطورت ليه لانك بتحط نفسك في دائرة الضوء في الشو فغصبا عن احداث يعني في وجه نظر بتقول ان انت شوي شوي يعني في علاقاتك في حياتك كويس؟ فهمني برضو عايز افهم منك اكتر اقولك على حاجة لما بيجيب جون خلاص بحس ان عماد جابت جون ده عشان الكاميرا مش عشان الناس تفرح ازاي هب اطني وش عندك يلا جون كابت نعماد متعب فيه المهاجم معروف ان هو بيحب هو دايما صاحب الاهداف وصاحب السابق في الملعب هل لما رجع في لافيو المستوى الفضيعة اللي احنا شايفينه دلوقتي مستوىك ليه نزل؟ لا خالص والله يعني طبعا في لافيو من اول ما جيحنا بنقوله على اللعب كويس احنا عارفين ان هو اللعب كويس لكن ده شيء طبيعي ان اي مهاجم بيمر بفترة طويلة امس انت تتمنى انت تجيب جوانه يعني لا خالص اي مهاجم في العالم يتمنى ان هو يحرز اهداف يعني ده شيء طبيعي وبيحصل في العالم كله ان اي مهاجم يكون نفسه ان هو اول منزل المبارئي طب ليه لما علي قال لعماد متعب لا خالص ما فيش ده ما حصلش هو ما فيش توفيق بس الفترة دي لكن الحمد لله ليه بقى ما فيش توفيق الحاجة بتاعت ربنا احنا نتكلم بقى على المشاكل التانية بقى اللي بر الملعب بقى ماشي ايه دايقت ولا ايه ايه دايقت ولا ايه احنا لسه قلناش حاجة نا جوا حرف عايزين نتكلم اكلام المهم اعماد انت عايز تمثل لا طبعا يعني دي حاجة انا مش حاطيتها في الدماغي خالص الفترة دي انت تعرض على حاجات كتير لكن انا تركيزي كله في الكرة لأن لو ركزت في الكرة والتمثيل هيبقى صعب جداً حاكتني لو ركزت في حاكتين مش هقدي في الحاكتين بالشكل كويس فأنا مركز في الكرة بس وما فكرش في الكرة بس طب علاقاتك باللوصة الفني أخبارها إيه؟ سمعنا أنها زيادة عن المفروض يبقى فيه مهاجم مركز في الملعب وهدف لا أفلس والله يعني علاقاتي باللوصة الفني زي علاقات أي لعيب موجود في مصر وهي إنسان عادي له علاقات لأصحابه ليه في مجموعة من الفنين الأصحابي بعرفهم بيكلمون ويسألوا عليهم وبأسأل عليهم بس موعيدك غير موعيدهم المفروض اللعيب ينام الساعة عشرة لو نظام في الحياة غير أنا مع الناس طبعا أنا معاكم مع الناس كلها موعيد اللعيب بكرة غير موعيد الفنين ده شيء طبيعي وأنا علشان عارف ده وبحافظ على ده بيبقى كل العلاقة اللي بيني وبينهم تليفونات اللي بيربطني بيني وبينهم تليفونات لو الظروف سمحتنا أنا بقدر أشوفهم بيبقى في موعيد تناسبني وتناسبهم أنا مش هضحب شغلي علشان خاطر مثلا أن أنا روح أقابل واحد صاحبي الساعة أربعة ولا تأتي الفجر وهو مش هضحب شغلي علشان خاطر أنه يجي قابل نساعة اتنين الظهر أقول لك على وجهة نظري أنا خلاص أنا حاس أن أنت في شوية يعني في ناس حاسة حاسة أن عماد بقى مغرور مين الناس ناس كتير مين هما ناس كتير جمهور بتعامل مع عماد لا خالص الحمد لله كل جمهور وغير جمهور كل صحابي كل الناس عماد أنت ممكن تبقى في الشارع بتعامل مع السايس مع البتاقي يعني مش شرط الجمهور ومش شرط بس الناس القريبة قوي منها أنا معك صح 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 الحمد لله كل الناس أنا بتعامل معهم كل الناس اللي أنا بقابلهم بقدر الامكان كل الناس ما أنا بقولك بقدر الامكان بحاول أتعامل معهم بشكل كويس حتى لو أنا متنرفز أو متعصف بحاولة يعني أبتعد عنهم ما اختلتش بيهم وما رطبتش بيهم بأي حاجة المخرج أحمد البدري كويس أنت تعاملت معاه كي طيب وأنت صحاب كي طيب مش كده كي طيب طيب إحنا استطلعنا وجهة نظره كويس تعال نشوف وجهة نظره كده نرجع نكمل كلام احتمل أكون مخد في الكلام اللي أنا هقوله بس أنا هحكي عن تجربة شخصية حصلتلي أنا شخصيا مع عماد متعب كنا بيجمعنا عمل فني يعني وبعدين دخلت فلاقيت واحد بيسلم عليها برنانة كده اتخذت قوي كده فكان معانا الحضري فقالت له يا حضري متعب ايه ماله تقيل ليه كده فقال لي لا لا ده لظيف جدا وظريف يعني بس انت أوليسا مخدش عليك فحاول قرب منه يبعد أجي جنبه الناحيات دي بصلي كده ويمشي يا عم الليلة اللي مش هتحتي دي يا عم حضري وإيه متعب ايه قال لي لا لا ده لطيف جدا بس لما نيجي نصور مع بعض هيبقى لطيف أجيله من نحيات دي أجيله من نحيات دي أبصله أجينا نأكل مع بعض يا عم تعالى قال لا 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 ما أكلش حاجات دي أنا ما أكلش الحاجات دي لا 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 أنا ليه أكل مخصوص يا جماعة أنت مجبتش فلاقيت شخصية قرأنا كده قلت له يا عم إيه الواحد يبعد عن الشر ويغني له فبعدت عن الشر وغنيت له وجينا بقى نشتغل وبتقى وإحنا في وسط ما إحنا بنشتغل قاعد يعمل استوبات وبصله كده قلت له إيه إحنا هنقعد كتير ولا إيه فهم مهم يعني الليلة عدت ده على جانب الشغل يعني إنما بالنسبة بقى اللي هو ليه كشخص أنا مش عارف يعني أنا تعلمت يعني إن الكورة تديها تديك إنما اللي أنا بشوفه بصراحة في عمد متعب مش عارف بحس إنه هو كده يعني بيلعب كورة كان نفسه يطلع حاجة تانية غير لعيب كورة بيتقرنن على الكورة يعني الواحد لما بيضيع كورة يتهم إنه هو حيب الدماغه في العارضة ده يضيع كورة عادي كأنه ماشي على الكورنيش مش عارف أنت كان نفسك فعلا تلعب حاجة تانية غير الكورة لا خلص أنا من صغر أنا بحيب لعبة لعبة القدم كنت باتمنى كان دلوقتي واحدة واشتغل معاك كويس وأنت قلت إنه صاحبك مظبوط مظبوط بيقول عليك سلمت عليه بقى رنانة ومناك فيلين البرنامج يسميه وجهة نظر أنا بحترم وجهة نظره والمخرج عحمد بدري المخرج كبير لما توصل وجهة النظر دي لواحد صاحبك ده معناه حتى أنك بتتغر على صحابك والله أنا بحترم وجهة نظره ده ما بيحصلش وهو حبيبي وهو يفضل حبيبا ما بيحصلش ما اللي هو بيقول كده ليه ممكن يكون ما كانش واخد باله مني بس يوم لا عماد انت نجم ومعروف يعني لا لا ما كانش واخد باله يعني كنا عادين مع بعض وكنا بنتكلم بس هو كان نركز في حاجة تانية اه طيب يعني مفيش مشاكل مع الاصحاب برغم اللي قاله الأستاذ أحمد البدري لا لا خالص طيب في مشاكل مع الستات أو حاجات كده بتعمل مشاكل ساعات كده ستات زي دين بالظبط بس حلقات مش مفروض ان انت تبقى متواجد فيها بتتواجد احنا بنتكلم عالمعجبات ما انا بكلمك انت بتقولي عالمشاكل اللي حصلت اه لا معجبات لا خالص الحمد لله بحاول بقدر امكاني تعمهم بشكل كويس ما يكونش فيه يعني اسلوب يدايقهم او يجراحهم اشتركوا في القناة